بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فإن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمة الله تعالى عليه مئة عامل وهي تنقسم إلى قسمين لفظية ومعنوية فاللفظية منها تنقسم إلى قسمين سماعية وقياسية فالسماعية منها أحد وتسعون عاملا والقياسية منها سبعة عوامل والمعنوية منها عددان فالجملة مئة عامل العوامل السماعية والسماعية منها تتنوع على ثلاثة عشر نوعا النوع الأول حروف تجر لإسم الواحد فقط وهي سبعة عشر حرفا أحدها الباء من حروف الجر ولها معان الأول للإلصاق نحو مررت بزيد أي التصق مروري بموضع يقرب منه زيد والثاني للاستعانة نحو كتبت بالقلم أي استعنت في الكتابة بالقلم والثالث للمصاحبة نحو خرج زيد بعشيرته أي خرج زيد بصحبة عشيرته والرابع للمقابلة نحو بعت هذا بهذا أي قابلت هذا بهذا والخامس للتعدية نحو ذهبت بزيد أي أذهبته والسادس للظرفية نحو جلست بالمسجد أي جلست في المسجد والسابع زائدة نحو هل زيد بقائم أي هل زيد قائم وكقوله تعالى وكفى بالله شهيدا أي كفى الله شهيدا والثامن للتفدية نحو بأبي وأمي أي فداك أبي وأمي والثاني من ولها معاني أيضا أحدها لابتداء الغاية نحو سرت من البصرة إلى الكوفة يعني ابتداء سيري من البصرة إلى الكوفة ويعرف بصحة وضع الابتداء مكانه والثاني لتبيين الجنس كقوله تعالى فاجتنب الرجس من الأوثان أي الذي هو الأوثان أو خاتم من فضة ويعرف بصحة وضع الذي مكانه والثالث للتبعيض نحو شربت من الماء أي بعض الماء وأخذت من الدراهم أي بعض الدراهم ويعرف بصحة وضع البعض مكانه والرابع بمعنى فيه كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة والخامس زائدة نحو ما جاءني من أحد أي ما جاءني أحد ويعرف بأنها لو أسقطت لم يخلى المعنى الأصلي والثالث إلى ولها معنيان أحدهما لانتهاء الغاية نحو سرت من البصرة إلى الكوفة يعني انتهاء سيري من البصرة إلى الكوفة والثاني بمعنى مع وهو قليل كقوله تعالى وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ أي مع قوتكم وكقوله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ أي مع أموالكم وما أشبه ذلك والرابع في ولها معنيان أحدهما للظرفية وهي حلول الشيء في غيره حقيقة أو مجازة مثال الحقيقة نحو الماء في الكوز والمال في الكيس ومثال المجاز نحو النجاة في الصدق كما أن الهلاك في الكذب والثاني بمعنى على وهو قليل كقوله تعالى وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ أي على جُذُوعِ النَّخْل والخامس اللام ولها معان أحدها للتمليك نحو المال لزيد والثاني للتخصيص نحو الجل للفرس والثالث للتعليل نحو ضربت زيدا للتأديب والرابع بمعنى عن إذا استعمل مع القول كقوله تعالى قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أي عن الذين آمَنُوا والخامس زائدة كقوله تعالى رَدِفَ لَكُمْ أي رَدِفَكُمْ والسادس بمعنى بعد كقوله تعالى أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ أي بعد دُلُوكِ الشَّمْسِ والسابع بمعنى الغير كقوله تعالى لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا أي غَيْتِهَا أي غَيْرَ وَقْتِهَا والسادس رُبَّةَ وهي للتقليل ولها صدر الكلام وتختص باسم نكرة موصوفة نحو رُبَّ رَجُلٍ كَرِيمٍ لَقِيتُه والسابع على وهي للاستعلاء نحو زيد على السطح وعليه دين والثامن عن وهي للبعد والمجاوزة نحو رميت السهم عن القوس أي تجاوز السهم عن القوس وأيضا إذا قلت بلغني عن زيد حديث فمعناه تجاوز إلي عنه حديث والتاسع الكاف ولها معنيان أحدهما للتشبيه نحو زيد كالأسد تشبيها مجازيا لشجاعته لاحقيقيا والثاني زائدة كقوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء والعاشر مذ والحادي عشر منذ وهما لابتداء الغاية في الزمان الماضي نحو ما رأيته مذ ومنذ يوم الجمعة أي ابتداء عدم رؤية مذ ومنذ يوم الجمعة والثاني عشر حتى ولها معنيان أحدهما لانتهاء الغاية نحو أكلت السمكة حتى رأسها أي انتهاء أكلي إلى رأسها والثاني بمعنى معه وهو كثير نحو جاءني الحجاج حتى المشات أي مع المشات والثالث عشر واو القسم نحو والله لأفعلن كذا والرابع عشر تاء القسم نحو تالله لأفعلن كذا وباءه نحو بالله لأفعلن كذا والخامس عشر حاشا والسادس عشر خلا والسابع عشر عدا وهي للاستثناء ومعنى الاستثناء هو إخراج الشيء عما دخل فيه غيره نحو ما جاءني القوم حاشا زيد وخلا زيد وعدا زيد النوع الثاني من ثلاثة عشر نوعا حروف تنصب الاسم وترفع الخبر وهي ستة أحرف إن وأن وهما للتحقيق نحو إن زيدا قائم وبلغني أن زيدا ذاهب والثالث كأن للتشبيه نحو كأن زيدا الأسد تشبيها مجازيا والرابع لكن للاستدراك نحو ما جاءني زيد لكن عمرا حاضر الاستدراك هو أن يتوسط بين كلامين متغيرين بالنفي والإثبات والخامس ليت للتمني نحو ليت زيدا منطلق ومعنى التمني طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا فالممكن نحو ليت زيدا قائم والممتنع نحو ليت زيدا طائر والسادس لعل للترجي نحو لعل زيدا قاعد الترجي يستعمل في الممكن فقط كقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وكقوله تعالى لعل الساعة قريب وإنما سميت هذه الحروف الحروف المشبهة بالفعل لكونها على ثلاثة أحرف فصاعدا وفتح أواخرها كما فتح آخر الفعل ووجود معنى الفعل في كل واحدة منها وكما أن الفعل يرفع وينصب فكذلك هي ترفع وتنصب لمشابهتها الفعل من هذه الوجوه النوع الثالث من ثلاثة عشر نوعا حرفان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر وهما ما ولا نحو ما زيد قائما ولا رجل حاضرا ويسمى ما ولا المشبهتين بليس من حيث إنما ولا للنفي وما لنفي الحالي والدخول على المعارف والنكرات وعلى المبتدأ والخبر ودخول الباء على خبرها نحو ما زيد بقائم كما أن ليس كذلك وأن لا إنما هي للنفي والدخول على النكرات وعلى المبتدأ والخبر دون نفي الحال والدخول على المعارف ودخول الباء على خبره نحو لا رجل في الدار النوع الرابع من ثلاثة عشر نوعا حروف تنصب الاسم المفرد فقط وهي سبعة أحرف أحدها الواو بمعنى معه نحو استوى الماء والخشبة المفعول معه هو المذكور بعد الواو الكائنة بمعنى معه لمصاحبة معمول فعل والثاني إلا الاستثناء نحو جاءني القوم إلا زيدا ومعنى الاستثناء إخراج الشيء عما دخل فيه غيره فقد أخرجت زيدا من المجيء ويا نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا خيرا من زيد وأيا نحو أيا رجلا وأيا عبد الله وأيا خيرا من زيد وهيا نحو هيا رجلا وأي نحو أي رجلا والهمزة نحو أرجلا وهذه الخمسة للنداء ومعنى المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظا نحو يا زيد أو تقديرا نحو يوسف أعرض عن هذا أي يا يوسف ويا اختصت بأن ينادى بها القريب والبعيد والمتوسط دون أخواتها وأيا وهيا وضعة للمنادى البعيد وأي والهمزة للمنادى القريب ولكن الهمزة للأقرب وأي للمنادى المتوسط النوع الخامس من ثلاثة عشر نوعا حروف تنصب الفعل المضارع وهي أربعة أحرف أن ولن وكي وإذن مثال أن نحو أحب أن يقوم زيد ولن لتأكيد النفي في المستقبل نحو لن يضرب زيد وكقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ولنا حرفاني للنفي وهما لا ولن ولكن لن أبلغ في تأكيد النفي في المستقبل وقال بعضهم لن نفيا أبديا وهم المعتزلة وكي للتعليل نحو جئتك كي تقوم معناه ما كان قبله سببا لما بعده نحو أسلمت كي أدخل الجنة فيكون الإسلام سببا لدخول الجنة وإذن للجواب والجزاء كقولك لمن قال أنا آتيك إذن أكرمك النوع السادس من ثلاثة عشر نوعا حروف تجزم الفعل المضارع وهي خمسة أحرف إن للشرط والجزاء نحو إن تكرمني أكرمك ولم نحو لم يضرب ولم تقلب معنى المضارع ماضيا وتنفيه ولما كذلك نحو لما يضرب ولام الأمر نحو ليضرب الأمر هو طلب الفعل ولا للنهي نحو لا تضرب والنهي طلب ترك الفعل النوع السابع من ثلاثة عشر نوعا أسماء تجزم الأفعال على معنى إن يعني للشرط والجزاء وهي تسعة أسماء ويقولون أسماء منقوصة أحدها من نحو من يكرمني أكرمه وأي نحو أيهم يكرمني أكرمه وما نحو ما تصنع أصنع ومتى للزمان نحو متى تخرج أخرج ومهما نحو مهما تصنع أصنع وأين لظرف المكان نحو أين تمرر به أمرر به وأن نحو أن تأكل أكل وحيثما نحو حيثما تذهب أذهب وإذ ما نحو إذ ما تفعل أفعل النوع الثامن من ثلاثة عشر نوعا أسماء تنصب على التمييز أسماء النكرات وهي أربعة أسماء أولها عشرة إذا ركبت مع أحد أو اثنين إلى تسعة نحو أحد عشر درهما واثنى عشر درهما إلى تسعة عشر درهما وفي المفرد المذكر واحد وفي المثنى المذكر اثنان وفي المفرد المؤنث واحدة وفي المثنات اثنتان فهو جار على القياس المشهور وما فوقهما إلى العشرة غير جار على القياس المشهور نحو ثلاثة بإثبات التائل المذكر إلى العشرة وثلاث بحذف التائل المؤنث إلى العشرة كقوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام وتركيب المذكر أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا جار على القياس المشهور وتركيب المؤنث احدى عشرة امرأة واثنتى عشرة امرأة بإثبات التاء جار على القياس المشهور وثلاثة عشر رجلا وأربعة عشر رجلا إلى عشرين رجلا بإثبات التائل المذكر على غير القياس المشهور وثلاث عشرة امرأة وأربع عشرة امرأة إلى عشرين امرأة بحذف التائف المؤنث على غير القياس المشهور ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد نحو أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا وثلاثة عشر رجلا إلى تسعة وتسعين رجلا ومؤنثه إحدى عشرة امرأة واثنتى عشرة امرأة وثلاث عشرة امرأة إلى تسع وتسعين امرأة ومميز مئة وألف وتثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد نحو مئة رجل ومئة رجل وثلاثمئة رجل وألف رجل وألف رجل وألاف رجل والثاني كم للاستفهام نحو كم درهما مالك والثالث كأي نحو كأي رجلا عندي والرابع كذا نحو عندي كذا درهما النوع التاسع من ثلاثة عشر نوعا كلمات تسمى أسماء الأفعال بعضها ترفع وبعضها تنصب وهي تسع كلمات والناصبة منها ست كلمات أولها رويدة نحو رويدة زيدا أي أمهل زيدا وبلها اسم لدع نحو بلها زيدا أي دع زيدا ودونك نحو دونك زيدا أي خد زيدا وعليك نحو عليك زيدا أي إلزم زيدا وها نحو ها زيدا أي خد زيدا وحي هلا نحو حي هلا الثريدة أي ائت الثريدة والرافعة منها ثلاث كلمات هيهات نحو هيهات زيدا أي بعد زيدا وشتان نحو شتان زيدا وعمر أي افترقا وسرعان نحو سرعان زيدا أي سرع زيدا النوع العاشر من ثلاثة عشر نوعا الأفعال الناقصة وهي التي ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي ثلاثة عشر فعلا وإنما سميت الأفعال الناقصة لأنه لم يتم الكلام بالفاعل بل يحتاج إلى خبر منصوب فلهذا سميت الأفعال الناقصة الأول كان نحو كان زيد قائما ولها معان أحدها بمعنى الاستمرار كقوله تعالى وكان الله عليما حكيما والثاني بمعنى حدث أو وجد ولا يحتاج إلى خبر منصوب كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة أي وجد ذو عسرة والثالث بمعنى الانتقال كقوله تعالى وكان من الكافرين أي صار من الكافرين والرابع بمعنى الماضي نحو كان زيد غنية والخامس زائدة كقوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبية وثانيها صار للانتقال نحو صار زيد غنية وثالثها أصبح نحو أصبح زيد غنية ورابعها أمس نحو أمسى زيد قائمة وخامسها أضحى نحو أضحى زيد الراكبة وسادسها ظل نحو ظل زيد قائمة وسابعها بات نحو بات زيد عروسة وثامنها ما زال نحو ما زال الأمير مسرورة وتاسعها ما برح نحو ما برح زيد غنية وعاشرها ما فتئ نحو ما فتئ زيد قائمة والحادي عشر من فك نحو من فك زيد قائمة والثاني عشر ما دام نحو ما دام زيد كريمة والثالث عشر ليس نحو ليس زيد قائمة وما يتصرف منها كذلك النوع الحادي عشر من ثلاثة عشر نوعا أفعال تسمى أفعال المقاربة وهي ترفع اسما واحدا وتنصب الخبر وخبرها الفعل المضارع في تقدير مصدر منصوب وهي أربعة أفعال أحدها عسى نحو عسى زيد أن يخرج أي قرب زيد الخروج معناه الطمع والرجاء وعسى أن يخرج زيد يعني قرب خروجه والثاني كاد نحو كاد زيد يخرج والثالث كرب نحو كرب زيد يخرج والرابع أوشك نحو أوشك زيد أن يخرج وأوشك أن يخرج زيد النوع الثاني عشر من ثلاثة عشر نوعا أفعال المدح والذم وهي ترفع اسم الجنس المعرف بلام التعريف والمخصوص بالمدح والذم يذكر بعده وهي أربعة أفعال الأول نعمة نحو نعم الرجل زيد والثاني بئس نحو بئس الرجل عمر والثالث حبذا وهو مثل نعمة في المدح والحكم نحو حبذا الرجل زيد وحبذا المرأة هند والرابع ساء وهو مثل بئس في الذم والحكم نحو ساء الرجل عمر وساء المرأة هند النوع الثالث عشر من ثلاثة عشر نوعا أفعال الشك واليقين وتسمى أفعال القلوب وهي سبعة أفعال علمت ووجدت ورأيت وهذه الثلاثة لليقين وضننت وحسبت وخلت وهذه الثلاثة للشك وزعمت وهو متوسط بين الستة وهذه السبعة كل منها متعد إلى مفعولين والثاني منهما عبارة عن الأول ويكون فيه ضمير عائد إلى المفعول الأول نحو حسبت زيدا قائما وخلت زيدا مقيما وظننت زيدا عالما وعلمت زيدا فاضلا ورأيت زيدا راكبا ووجدت زيدا عاقلا وزعمت زيدا كريما فالسماعية أحد وتسعون عاملا والقياسية منها سبعة عوامل الأول الفعل على الإطلاق نحو ضرب زيد عمرا وذهب زيد والثاني اسم الفاعل نحو زيد ضارب غلامه عمرا الآن أو غدا والثالث اسم المفعول نحو زيد مضروب غلامه والرابع الصفة المشبهة نحو مررت برجل حسن وجهه والخامس المصدر نحو أعجبني ضرب زيد عمرا والسادس المضاف وهو كل اسم أضيف إلى اسم آخر فإن الأول يجر الثاني ويسمى الجار مضافا والمجرور مضافا إليه نحو غلام زيد وخاتم فضة والسابع الاسم التام نحو عندي راقود خلا ومنواني سمنا وقفيزان براء وعشرون درهما وملؤه عسلا ومثله رجلا والمعنوية منها عددا رافع المبتدأ والخبر نحو زيد قائم ورافع الفعل المضارع نحو يضرب زيد والعامل في الفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم والعامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء وهو معنى لا يوجد في الخارج وهذه مئة عامل فلا يستغني الصغير والكبير والوضيع والرفيع عن معرفتها واستعمالها